السلام عليكم خوتنا اليوم جيتكم الدرس الاول في المحاسبة العامة ما متعل تسيير الاقتصاد تعالباك وتعالدوزهم يهمهم ذا الفيديو اوكي بسم الله اول حاجة في الدرس لازم نعرفو وش هي المحاسبة المحاسبة هي عبارة عن تزيلات والجداول المهم اللي يتهم في المحاسبة في السنة الاولى هي الميزانية وهي التزيل في الدفتر اليومية او كنوريكم كيف الحيلة اللي تسجل بها في الدفتر اليومية اول حاجة كيتوني تسجل في الدفتر اليومية حددوجه Why الاستخدام Bulmast ومش معناها الاستخدام ولا مش معناها المصدر الاستخدام هو الحاجة اللي يشروها معناها الايطان يجيبوها بس يستخدموها المصدر هو الحاجة اللي يجيبو من هذاgem والمصدر ديمة يكون يا اما البنك يا اما المهاردون يا اما الصندوق اوكي ديما كي يعطيك عملية اجدير يعطيك عملية مثل شراء بضاءة بشيك بنكي اوكي احنا وشرين بضاءة يعني بضاءة شرينها بش نستخدمها نكتبه هنا بضاءة ثانيا بشيك بنكي بنك هو لي خرجنا من ودرهم هو المصدر تحت الدرهم نكتبه البنك اوكي وديما كتولي تعرف الاستخدام كي شريناه هو المدين دخلت لدرهم الاستخدام شريناه بش اشتريت دخلت لدرهم والمصدر هو داين ديما ماسكو البنك داين خرجت من ودرهم اوكي هذا اول حاجة في الدرس داين مدين ثانيا تسجيل في تفتر يومية احنا عدنا هذه العملية شراء بضاءة بشيك بنكي اوكي كشرين بضاءة بشيك بنكي يقول لك سجلي بضفتر يومية دفتر يومية هو دير كيمواك هاك قسم الى قسمين سجلي كيمواك يقول لك سجلي اول حاجة اكتبها هنا هو تاريخ بضاءة هنقولوا 12 واحد ان ميثير برق ان هي السنة الان كشرين بضاءة بشيك بنكي ديما هذي هذي الجهة من مدين داين مدين داين همتوا عني مدين داين هنشرين بضاءة بشيك بنكي بضاءة رهي مدين نكتبوها من الجهة لمن ثلاثين بضاءة حسابة ثلاثين بشيك بنكي بانكي هو حسابه 512 اكتب هنا يالباين تاعها اكتبه بضاءة وهنا يكتب البنك اكتب شيك بنكي معنا بمبلغ مثال ثلاثين الف مثال برق ثاني هنا كتب ثلاثين الف بس كو لازم هذو زوج يكونوا متاوين هذي المقولوا اولية هذي كيفة تتجل قيد هذي الحيلة لولا تعرفها تعرف مدين داين هنا يكيفة تجرب دفتر يومية هذو هما الحسابات اللي تحتاجهم سنة اولى هذو هما معظم الحسابات تبه عندك ثلاثة وخمسين صندوق حساب حساب خمسمية واثناش البنك حساب ميتين وخمستاش معدات الانتاج حساب ميتين وثمانطاعش معدات النقل حساب ثلاثين البضاءة حساب ربعمية وواحد مريدو المخزونات حساب ربعمية وربعة مريدو التثبيتات حساب ستمائة مشتريات بضائع اوكي اذا عجبتكم فيديو خلووا اابوني واعطوني في الكومنتر فيديو الدروس اللي خاصيكم اوكي